طبعاً الأسئلة اللي بتدور حول الطفان هل الطفان أسطورة أم حقيقة؟ طبعاً الكتاب المقدس بيؤكد أنه حقيقة لأنه الحقيقة تعتمد على أن يبقى فيه أزمنة لها فبيقول في سنة 600 في حياة نوح في الشهر الثاني في اليوم السابع عشر ده ما تلاقوش في الأسطورة ده تحديد دقيق جداً أنه مطر أربعين يوم وبعد أن فجرت يا نبيع الغمر العظيم وارتفعت المياه 150 يوم وبعد أن المياه غطت أعالي الجبال ده وصف مش أسطورة فالتحديد الدقيق للأزمنة يعني أنها حقيقة وليست أسطورة كنا نحن نتكلم على حجم ضخم جداً مثل ما ذكرت لو حطناها بصورة اليوم أنت ذكرت ملعب كبير لكرة القدم بالضبط كده حطوا النموذج بتاع الكتاب المقدس اللي هو 300 زراع في 50 زراع في 30 زراع ارتفاع ملعب ونص لكرة القدم الأمريكاني ثلاث دوار نعم يساع حوالي 560 عربية نقل مواشي ضخمة طب هل الطفان محلي يعني في المنطقة اللي كان عايش فيها نوح نوح ولا الطفان عالمياً فأنا بترك الجواب لألك إنه لو كان طفان محلي ما كانش فيه داعي لبناء الفلك كان الله ممكن يقول لنوح وعيلته هجروا للمنطقة اللي ما فيهاش طفان والحاجة الأهم إن الرب يسوع أشار إلى الطفان والكما كان في أيام نوح كذا يكون في مجيء ابن الإنسان فالرب يسوع مش بيسكش صورة أسطورية علشان يوصل بها حقيقة إنه هو هيجي مرة تانية طبعاً الشيء الثالث اللي بيتساءلوا إنه الطفان كان هادئ مش مدمر ده طبعاً إيه تناقض في التعريف لإني كلمة طفان تعني براكين وتعني أمطار وتعني تغيرات في طبقات الأرض فكونوا يبقى طفان هادئ ما عملش أي تأثيرات في الحفريات وما عملش أي تأثيرات في الأرض ده شيء غير منطقي وغير علمي ترجمة نانسي قنقر